عود إليكم مشاهدنا الكرام في هذا الجزء الثاني والأخير من في الواجهة الذي خصصناه للحديث على واقع قطاع التربية على عودة التلاميذ للدراسة في فصلهم الثالث وكذلك سنحاول أن نتحدث على إصلاح المنهاج التربوي في العام المقبل فهل هو ظرفي أو شيء استعجالي لمناقشة هذه النقاط وأخرى دائما معي ضيوفي في البلاطو صادق تزيري مرحبا مجددا أهلا مستخدم سيد مسعود أبو ديب أهلا بك مجددا حسن بالباقي مرحبا شكرا أبدأ معك سيد صادق تزيري وزير التربية قبل أيام من الآن في إحدى الزيارات أظن إلى غرب البلاد تحدث على إصلاح في المناهج التربوية بداية من العام المقبل لماذا هذا الوقت؟ وهل هذا الإصلاح ظرفي مرحلة معينة؟ أم هو شيء استعجالي يجب البدء به بداية من الموسم المقبل؟ هو الإصلاح في الحقيقة كان يفترض أن يكون منذ سنوات وكان في أحد مجالس الوزارة في 2019 طرح هذا الموضوع ولكن بقرار أنه تم تأجيل مسألة البرامج والمناهج إلى ممكن سنتين أو ثلاث نحن نثمن القرار في حد ذاته من حيث المبدأ من حيث المبدأ أنه يبدأ في عملية الإصلاح وخاصة الطور الإبتدائي لما نتكلم على الطور الأول السنة أولى والثانية إبتدائي ولكن من جهة أخرى نحن كشركاء اجتماعيين يجب أن نعمق مفهوم الشراكة مفهوم الشراكة الاجتماعية الملفات الكبرى التي تطرح في قطاع التربية كأننا كنا نتكلم على ملفات كبرى قانون أساسي نظام تعويذي الاستشارة للشركاء الاجتماعيين وأخذ رأيهم والأخذ والعطاء في هذا الأمر شي ضروري لأنه ولا نقول فقط الشركاء الاجتماعيين فيه المتعاملين كل المتعاملين من خبراء من مهتمين من أصحاب الميدان وعلى رأسهم المعلمون والمفتشون كل هذه المسألة تستحق أن تكون فيه استشارات وفتحت الاستشارات في سنة 2014 وصلنا إلى عدة ندوات كان آخرها في عهد بن غبريت في سنة 2014 عندما تم الانحراف بالندوة النهائية التي كان يفترض أن نتكلم على المناهج وبعد ذلك ذهبنا إلى أن المناهج بقيت على حالها وبدأ الحديث عن العامية وعن أمور أخرى ما زالت تواصل مع ذلك العهد ولا صارت قطعة؟ بالنسبة للمناهج ما زالت هي نفسها بالنسبة للكتاب المدرسي وهي أهم وسيلة ما زال بأخطائه التي أسست منذ سنوات ربما المسألة التي تم حسابها من طرف الحكومة هي حسابات مالية لأن الكتاب بالطربية ملايين الكتب ومليارات الدينارات يعني في هذا الجانب ولكن على الأقل في إطار المناهج الموجودة هي نفس المناهج فقط أعيد ترتيبها أفقيا بالنسبة للتقاطع المواد وعمدين بالنسبة للمدى الواحدة في كل المواد وهذا تم الآن الانتهاء منه في إطار مجلس المجلس الوطني للبرامج والمناهج ولكن الآليات الأخرى التي تصاحب هالمنهج للكتاب المدرسي يعتبر ألية أساسية إعادة النظر في محتويات الكتب المدرسية التي فيها الكثير من المغلطات فيها كثير من الأخطاء حتى العلمية وربما المخزون الحالي هو نفسه القديم أما نعود إلى مربط الفرس اليوم بالنسبة للقرار الأخير الذي قلت نحن نثمنه من حيث المبدأ أننا نبدأ من السنة أولى جميل أننا نلتفت إلى الإصلاح نلتفت إلى إصلاح والإصلاح يكون في الأطوار الثلاث ويكون بعمق ويكون بإشراك المعنيين بإشراك أهل الاختصاص ومن هنا نذهب بعيدا لما نسمع كلام من طرف السيد وزير الطربية يتكلم على إسقاط بعض المواد بعض النشاطات لأنه ليست مواد في السنة أولى السنة أولى والثاني ابتدائي هي مجرد أنشطها وحتى في الابتدائي كامل هي ممكن 11 أو 12 نشاط بكتبه سنربح الكثير لما نقلص هذه الأنشطة أولا في قل المحفظة نقضي عليه المحتوى ماذا يدرس أبنائنا في هاتين السنتين نعلمه كيف يمسك القلم كيف نعلمهم مجموعة من التعلمات التي نبرمج بها أخلاقيات معينة سنفصل السيدات قدزيري في هذا التغيير في المناهج لكن قبل ذلك سيمسعود بوديبة قبل قليل أنت كنت تكلمت بأنه مرتين يتم إرجاع القانون الأساسي ونظام التعويذي من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف مجلس ووزارة إلى الوزارة الوصية من أجل إعادة تثمينه ومن أجل إعادة تنقيحه نشوف أيضا اهتمام كبير بالنسبة لثيقة للمحفاظة بالنسبة لطابلت بالنسبة لإطعام المدرسي اليوم نشوفه وزير التربيه أيضا يعلن على إصلاح للمنهاج التربوي بداية من الموسم المقبل ألي أعكس ذلك إرادة كبيرة من أجل إصلاح ومن أجل الإقلاع بهذا القطاع يعني؟ بطبيعة الحال عندما نسمع مثل هذه العنوين لأن هذا النوع من القرارات تذكرنا بالتفرد بالقرار في سنة 2003 التفرد بالقرار في سنة 2016 في سنة الدراسية 2021-2022 كان صدور تعليمة من وزارة التربية الوطنية من أجل البداية في تشخيص حقيقي وتقييم حقيقي للمنظومة التعليمية وهذا الأمر اللي ما تمش ونحن من دعاة وفي عديد المرات نقول بأن المنظومة التعليمية الحالية وبعد عشرين سنة بإفرازاتها التي ولدت عديد الإشكالات المطروحة اليوم وبؤر توطر على مستوى المنظومة التعليمية في قطاع التربية الوطنية تحتاج إلى تشخيص وتقييم حقيقي هذا التشخيص لازم يشاركه فيه رجال الميدان لازم يشاركه فيه خبراء ومختصين عندهم دراية شاملة بالقطاع ثم بعد ذلك المنتوج تحاد التشخيص والتقييم تكون هناك بما فيها المجلس من المفروض ينصب رسميا المجلس الوطني للتربية والتكوين المرصد الوطني للتكوين ثم اليوم عندنا المجلس الوطني للبرامج عندها نبني برامج جديدة ومناهج جديدة على دراسة علمية دراسة قيمية حقيقية لأن المنظومة التعليمية اليوم تحتاج إلى تقويم حقيقي وإلى تغيير حقيقي وزير تربية اليوم يتكلم على إصلاح في المناهج المجلس الوطني بعد ذلك اليوم قرار تخفيف لا نستطيع أن نتكلم على تخفيف البرامج هذه كلمة ليست لأن البرنامج هو بناء بناء علمي هذا البرنامج كيف يقدم التلميذ ما هي المنظومة التي نبنيها بش نقدمه مثل هذه البرامج بالنسبة للتلميذ لا نقدرش نقوله تخفيف البرامج نقوله بناء منظومة تعليمية جديدة تبنى على معايير جديدة مثلا نحن في نقالة كنابس وتكلمنا في عديد المرات قلنا مرحليا مرحلة تعليم الابتداء تحتاج إلى عادة هيكلة جديدة هذه الهيكلة كيف تكون تكون بناء على تكون عندنا مواد أساسية درس التلميذ على غرار الحساب واللغة الحساب واللغة هي مواد أساسية درس التلميذ لما نقول لغة بما فيها اللغة الأجنبية باقي النشاطات باقي التطبيقات كلها تدمج في نشاطات لا صفية معناها الحجم الساعي الأكبر يكون في النشاطات اللاصفية وهذا يكون خلال المرحلة مرحلة التعليم الابتدائي عندها التلميذ يبنى بناء متوازن علميا جسديا فكريا دهنيا وتبنى بناء على الغايات والمرامي والأهداف المسطرة في مشتروع الدولة الجزائرية واللي ترجم القانون التوجيه للتربية الوطنية التلميذ في ست سنوات أو خمس سنوات ولما لا ست سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي عندنا أهداف ومرامي وغايات نحققها ثم بعد ذلك نروح إلى مرحلة التعليم الابتدائي معناها الهيكة لا تكون بصفة متدرجة الآن أتمنى بأنه اليوم تم الإعلان على السنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي لكن بالمقابل وبالموازنة لازم نروح للتشخيص حقيقي للمنظومة التعليمية نروحوا تدريجيا بش نوضعوا هيكلة جديدة لمرحلة التعليم نروحوا تدريجيا سيد سعود بودي بس حسن بالباقي حديث كبير ربما في سنوات الماضية على أنه المحفظة ثقيلة أنه البرامج بالزاف أنه التلميذ بتاع السنة الأولى والسنة الثانية ما عندهم برامج أكبر من سنهم أنه المستوى الوعي ينتحهم ومستوى الفكر ينتحهم ما زال ما وصلش إلى ذكذا الدرجة اليوم نشوفه الوزارة المعنية تعلن قبل أيام إعادة في المناهج وفي البرامج التعليمية بداية من الموسم المقبل نشوف مدام استعملنا كلمة إصلاح مدام استعملنا هذه الكلمة معتها كين شيء كين خلل كين خلل ما منظومة فيها خلل لكن هذا الإصلاح ما يكونش إصلاح من أجل الإصلاح أولا لازم عندنا أكاديميين عندنا مفتشين عندنا أستداء عندنا خباراء عندنا جامعيين ممكن نجلس في طاويلة تسع الجامع وثم نقوم بتقييم حقيقي لهذه البرامج التقييم الحقيقي لهذه البرامج والذي لا يختلف فيها إثنان أنه التلميذ اللي يصبح الآن في الابتداء يدرس عشر مواد حداش المادة تفوق القدرات العقلية والجسدية والبسيكولوجية معتها بعبارة أخرى الآن هذه البرامج أعلنت فشالها وبالتالي الآن ربما سنبدأ بالطور الأول كين قلوا الطور الأول والسنة أولى وتانية ابتدائي لكن تمنينا لو كان يكون في الابتدائي بصفة عامة كامل يعني يحذف ما يجب حذفه ونعوذ ما يجب تعويضه والإبقاء على ما يجب الإبقاء عليه وهذا من خلال تقييم حقيقي يكون صادق أنا نروح أبعد من هذا فضل نحن القطاع التربية نحن قطاع مجتمعي وبالتالي حساسية تعوي واللانباكت تعوي والصدى تعوي على مستوى المجتمع مهم جدا هذا التلميذ هذا اللي يحبين نشوفه ما هي التنشئ الاجتماعي لهذا الابن كيف شرنا نشوفه هذا الابن على خمستاش عشرين سنة هذا الابن الآن في إسرائيل الآن عنا حاولي الآن 13-14 ألف ابن لأطفال قتلوا أتظنون يعني هكذا فقط لأننا يشوفوا مشروع مجتمع وهذاك الابن اللي مننا على عشر سنوات يصبح الآن مع المجموعة أقول هذه الابن تعناها روعجينة الآن كيف شرنا نسقلها كيف شرنا نعجنها هذه الابنة وتربة خص خصبة وشرنا نسقلها وبالتالي البرامج كنا نسمع مؤخرا في تحصين الجبهة الداخلية في المجتمع تحصين الجبهة الداخلية نحن في قطاع تربية عدة قطاعات تتداخل لكن نحن في قطاع تربية المناهج هذه تعتبر جزء من تحصين الجبهة الداخلية وكم نحن بحاجة في هذا الظرف بالذات إلى تحصين الجبهة الداخلية وبالتالي ما راح تكون جي بشعارات فضفاضة راح تكون بمارسات بقرارات تكون قرارات من الدروسة وبالتالي نبني مناهج تتطلع إلى من على خمسة سنة أربع عشر سنة عشرين سنة ما هو هذا التنشيء ما هو هذا الشاب اللي ننتظره فيه بعد يعني بعد خمسة عشرين سنة من هذه الترقيبة يعني ما نغرسه فيه هذا الشاب هذا اللي رأوا ابن تعالى ست سنة وسبعة سنة ما نغرسه فيه نحن نحصدوه بعد خمسة عشرين سنة وبالتالي أنا نقول أن نائعات النظر في مناهج تتجاوب مع القيم الوطنية ثوابت الوطنية ومقدسات الشعب الجزائري ولا تتنافق مع القوانين الجمهورية نحن بحاجة الآن مسة ونقولوا ربما مستعجلة تمنينا على الأقل أنا أقولها اليوم على الأقل في المدرسة الابتدائية والمتوسط بصفة عامة تكون البرامج كلها أعيدت النظر فيها ويكون فيها تراكمات ما يكونش فيها الأخطاء السابقة كان انقطاع أو فوها كما قلوه هو بدغوجية بين الابتدائي وبين المتوسط وبالتالي الليجان التي ساغت البرامج في الابتدائي لم تتواصل مع الليجان التي ساغت المناهج في المتوسط وبالتالي كانت هذه الهوة البدغوجية وكان ظاهر رائعة سنة تشوف لي سيتدارك الأمر اليوم؟ نتمنى أن يتدارك الأمر يبقى التعليم التانوي عنده خصوصية تعود الآن إعادة النظر فيه برامج التعليم التانوي هذه تعتبر إصلاح وورشة كبيرة تحتاج لأن يتبعها إصلاح البكالوريا ومن ثم نقول بصفة عامة نحن نقول أنا نقدر نقول لكم نمدينا كتيب في خمسة لاف خطأ معرفي مطبعي علمي في هذه البرامج الموجودة الآن نتمنى أن يتدارك كذلك وبقية موجودة اليوم من هذا ولم يأخذ بي عن اعتبار الكلام اللي كنا قلناه فقط تمنى مثل الآن تقول لي لم يأخذ بها الاعتبار وفي بداية لا لا في البرامج هذه اللي ندرس فيها الآن هذه اللي موجودة تقول لي بلودوء استقرار لأن هناك عمل لا لن تناقضوش لن تفقو أنا نقول برامج اللي موجودة الآن هذه لازم يعاد النظر فيها إطلاقا تلميذ الأصل فيها الإبتدائي ما هو تلميذ يتعلم يحسب ويكتب ويقرأ هذا هو الأصل فيها فحيح هذا هو الأصل فيها سوفنا ألقى في عشر ماور وحداش المادة مرهقة للأستاذ مرهقة للتلميذ حتى الأولياء مرهقة لهم وبالتالي الآن أصبح من ضروري إعادة النظر أو إعادة بناء نظام يعني كما قلوا منظومة تربوية تأخذ باعتبار المناهج نعم سيسات قد ذري لأن وقت البرنام يزروا يبشي تفضل في 30 ثانيه نحن في بياناتنا كنا دائما دائما في النقاط المطالي بتاعنا كنا دائما نبدأ بالأمور البيداغوجية في كل مرة نبدأ لأنه هي المهمة لأن الناس اللي تقول لك تكلموا عن نظام تعويض من حقنا نقولها بفم مليان وبالسوط مرتفع نتكلموا عن النظام التعويضي ووحد من يعقدنا ونقولها بسوط مرتفع صحيح سيسات قد ذري نعم بالنسبة لهذا الموضوع إذا أردنا أن نذهب بعيدا بالمدرسة الجزائرية بالإصلاح الطربوي فيه شيء عشناه منذ الاستقلال وإلى اليوم هي مسألة دعنا نقولها بصراحة يعني بفضل هي مسألة الأدلاجة في المنظومة الطربوية وزير اللي جي وخاصة لما يلحق للإصلاح يقع فيه لغة كبيرة صراع كبير إلى آخره لأنه مسألة بناء المنظومة الطربوية متعلقة بمشروع مجتمع متعلقة بأساسيات في الدستور انت 2020 محنا من بين الأمور اللي اقترحناها كنقابة هو أنه نؤسس مجلس أعلى للطربية ويكون تابع الرئاسة الجمهورية وقدمنا مقترح في هذا للأسف يعني لم يأخذ من الاعتبار لكن اللي كان موجود هو المجلس الوطني للطربية وتابع الوزارة للطربية لكن نقول تابع للطربية واللي لليوم تأسش يعني إلى الآن نقول لأن المجلس الأعلى للطربية هو اللي يوضع السياسات العامة وهو اللي يوضع الأهداف الكبرى التي ننتظرها تنتظرها الدولة الجزائرية نعم ويحافظ في أساسياته على الهوية الوطنية يحافظ على يعني مرتكزات الشخصية الجزائرية المقومات الأساسية يحافظ أيضا على أنه يكون متتبع للمدارس الناجحة في العالم للاستفادة منها من خبراتها مما هو موجود من أجل أننا نكسب المعرفة لأنه الذي يكسب المعرفة هو الذي في نهاية ومن ثم هذا يوضع السياسات العامة وعنده حق الرقابة والمجلس الوطني هو الذي يدير الأساسيات للتنفيذ ومن ثم الوزير الذي يأتي هو الذي يطبق فقط لا يوجد في كل مرة أننا نريد إعادة ونعود إلى السفر ونعود من جديد ونعود إلى إصلاحات وكل مرة قطعة سربي يبقى حق التجارب وأبنائنا يبقوا حق التجارب أنه ما أبقاش بزاف الوقت معنا سيمسعود بوديبة بالنسبة إلى التقييم بالنسبة للسنة الخامسة وتقييم نتائج مكتسبات التلميذ السنة الخامسة كان مدة شهر أرجع إلى ثلاثة أيام كيف سينعكس ذلك على النتائج أنا أظن بالعكس هي ظاهريا ثلاثة أيام لكن عمليا هي فصل كامل وفي البداية نحن كلنا مثلكم اعتقدنا بأن تقييم المكتسبات اللي كان تقريبا 12 يوم تم تقزيم إلى ثلاثة أيام لكن تضح بعد ذلك بأنه عديد العمليات برمجت بداية من تاريخ 7 تاريخ 7 أفريل هذه العمليات وأنا تلاميذ لقيت بيهم تلاميذ في مناسبة العيد كي تلاميذ قلك عينة من هذا تقييم المكتسبة وتلاميذ نجابة هل كان يرى نحضر روحي لامتحانات وكي نحس النتائج ندخلونا في سياق وننظر بأن مسألة تقييم المكتسبات تحتاج إلى من حيث التصور تحتاج إلى عط نظر نحن قدمنا تصور لوزارة التربية الوطنية وقلنا بأن تقييم المكتسبات ليست تلك الحلقة الختامية وإنما هو مجموعة من الحلقات تنطلق من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة الخامسة ابتدائي وتقييم المكتسبات يحل يحل المشاكل على مستوى مرحلة التعليم الابتدائي ولا يصدرها إلى مرحلة التعليم المتوسط عندما نتكلم عن المناج فعلا المناج تحتاج إلى تقييم وتشخيص وتقويم أنا سأخصص لها حصة كاملة خاصة بالمناج لما نقرأ القانون التوجيه للتربية الوطنية لما نقرأ الغايات لما نقرأ المبادئ الأساسية المحاور الأساسية نوجد بأن الأساس لإنجاح المنظومات التعليمية يعود إلى الاهتمام وبعناية كبيرة بالهيئة التنفيذية والمتمثلة في الأستاذ انطلاقا من مستوى التكوين القبلي معناها من خلال تكوين الأستاذ على مستوى المدارس العليا للأسات من خلال من توجي التوظيف اللي يكون على مستوى المؤسسات التربوية من خلال التكوين المستمر بهذا الأستاذ من خلال المكان المعنوية والمادية والاجتماعية والاقتصادية بالأستاذ إلا ما كوناش أستاذ اللي هو أساس إنجاح جميع المنظومات التعليمية اللي راح نفرضوها على المدرسة الجزائرية ما راح نشرحه بعيد إلا ما بلناش منظومة تعليمية منبنية على تشاركية فعلية على استغلال تشاور بعيد على الإسرار على القرارات الفرضية وعلى المركزية في اتخاذ القرارات ما نرحوش بعيد ورح نبقى ونظروا في نفس الحلقة بدينها في سنة 2003 وننتخلصوا في الضريبة راه غالية اليوم أبنائنا اليوم يعني المجتمع اليوم المشاكل اللي نعانوها في المجتمع راه مشاكل كبيرة ونظن بأنكم أنتم الآن على مستوى التوظيف في القنوات راكم تعانيوا منها على مستوى التوظيف في القطاعات لأنهم يعانوا منها منتوج خريجية الطالب الجامعي اليوم والمنتوج راه نتاج هذه المنظومات التعليمية التي رأيت عشر مدرسة الجزائري إذن أنا نظن بأنه لما نتكلموا عن المناهج والبرامج ما نجمس نتكلموا عليها في المناسبات نتكلموا عليها ونأسوا رسميا ونستعجوا إلى تشخيص حقيقي نعم أنا أدعوك سمسعود بوديبا وغيرتنا تحتاج إلى الناس عندهم رؤية شاملة لقطاع التربية الوطنية نعم أنا أدعوك عندهم ديرا سمسعود بوديبا أن أدعوك ومن خلالك المهتمين كلهم بقطاع التربية أنه سنجري ندوة خاصة بالمناهج وإصلاح المناهج قبل أن أختم سيحسن بالباقي في دقيقة إلى دقيقة ونصف ما هو واقع قطاع الرقمانة في قطاع التربية وانعكاسه على الأستاذ وعلى التلميذ على حد سواء شوف أنا قبل أن تكلم مع رقمانة والله أحبيت أن نرجع القانون الأساسي في عجالة فضل نحن في قانون أساسي تكلمنا ومقترحنا طلبنا توحية تصنيف توحية تصنيف للأسلاك الإدارية والأسلاك التربوية لما نقول أسلاك تربوية من نحدد نتكلم على الأستاذ الأستاذ أستاذ تعليم ابتدائي لمصنف في الحداش والمتوسط في التناش والثانوي في التلتاش الآن هذو كان نخرجين مدارس العليا الأستاذ تعليم ابتدائي تكون ثلث سنوات والمتوسط أربع سنوات والثانوي خمس سنوات وبالتالي كانت تصنيفهم 11-12-12 هذا كانت في الأصل في 2008-2019 الآن أصبح الإدماج والمسابقة أصبح هو الأصل الآن بدليل العام الماضي كانت 62 ألف مدمج بتالي خرجين مدارس العليا أصبح استثناء 5 ألاف يعني قليل جدا مقاراته وبالتالي مقياس تعالى المدرسة للعليا الأستاذة وكان مقياس الآن لا أصبح مقياس ومن ثم من هذا طلبنا توحيد صنيف توحيد صنيف واذا قلنا قلنا الآن يعادت النظر في سنوات تكون في المدارس العليا الأستاذة وقلنا اقترحنا أن تكون أربع سنوات للمراحل ثلاث بعبارة أخرى أستاذ تعليم ابتدائي متوسط والثانوي كلهم يتكونوا أربع سنوات واحدة تنين تحصيل حاصل يكون نفس تصنيف وطلبنا ناس كانت كلمت على لساننا وقال 13 نحن لم نقول تصنيف 13 قلنا على الأقر 14 تصنيف 14 لأستاذ تعليم ابتدائي والمتوسط والثانوي أكثر من هذا قلنا كذلك إعادت نظر في الحجم الساعي للمراحل الثلاث أنت أستاذ تعليم ابتدائي لدرس 30 ساعة الآن نقص حوالي 22 18 20 20 20 ومصنف آخر تصنيف الذي الآن أستاذ تعليم ابتدائي الآن يعتبر الأستاذ المحكور وبتالي سمح لي إعادت النظر التأجيل لصدور القانون الأساسي كنا من مباركين لماذا؟ لأن السرعة التي تبنى بها قانون الأساسي في 2008 خلت في خلل لليلوصلتنا في هذا المرميد الذي يرانا فيه الآن نعم إن شاء الله يرعى كل ذلك في قانون الأساسي على الرقمنا فقط الرقمنا الرقمنا نطلب الآن الخدمات الاجتماعية الآن ترقما لأن رقما تخذ خدمات الاجتماعية سيكون فيها تكاؤفورس ويكون فيها إنساء سيد قد زيري عاتين ثانية أنا بالنسبة لشي اللي كنت أتكلم به زميل بالبقي إحنا قدمنا فيه رسالة السيدرة الجمهورية فيها 15 أرنقبة وطلبنا بتوحدة الصنيف اللي كنت أتكلم عنه الزميل وبنفس المواصفات ولكن شي اللي نقولوه حسب المعطيات اللي عندنا بين يدينا أنه توحدة الصنيف غير موجود بالنسبة للمشروع الحالي نظرا كما قلت لوجود عدم تغيير القوانين اللي كنا نتكلم عنها الأمرية والشبكة لسالة الأجور بالنسبة للرقمنا في عجالة الرقمنا نعتبروها ثورة في قطاع التربية وفي كل قطاعات وهذه نحن رأنا متأخرين فيها في الجزائر في قطاع التربية رأي تسير انعكاسها كان إيجابي أكيد انعكاس إيجابي ولكن مراجعة الاختلالات اللي ممكن تخلفها بعض السلبيات اللي يديرها رأنا قدمنا اقتراحات في بداية كل عمل تكون بعض الاختلالات و بعض الطغرات يجب تداركها بعدها قدمنا اقتراحات في الامر في الندوة الأخيرة ونحن مع الرقمنا والذهاب بها بعيدا لأنها تربحوا شكرا لك صادقة وتربحوا الجهد شكرا لك أيضا عنون الأساسي قلت بأننا لم نشترك ولم نتحصر على المسودة ولم نتطلع على محتواه وبالتالي نحن موقفنا موقفنا راح يكون أحب يشركوك يعيطوك راح يكون عندنا موقف في هذا الموضوع وراح لأنه بدون الاشتراك مهما موقف هذا ركت تقول ما نرشتهدد شو بدون لما ما نطلعش على المسودة معناها أي عمل لما يكون مفروض نتائج راح تكون وخيمة نعم شكرا لك من جهة تانية نتمنى بأن فيما يخص ملف الرقمنا نحن نتمنى بأن المشاكل التي عشناها في السنة الدراسية 2023 و2024 يحفظنا الدرس ويتم تصحيحها لا يجب أن نعيشها خصوصا في الحركة النقلية عشنا مشاكل كثيرة ونتمنى بأنها تعالج في أقرب الأجاب نعم شكرا لك أيضا ولي حضورك معنا سيح حسن بالباقي والشكر الكبير لكم أنتم أو في قناة البلاد في كل مكان هنا وصلنا ختام إلى هذا العدد من في الواجه لمعيد آخر أتركوا في رعاية لو حفظه سلام